بداية أود أن أشكر الشعب المغربي كله على مساعدتهم لي ومساعدتهم لي فلولا لما وصلت إلى هذا المقام فشكرا لهم بداية أود أن أشكر جلالة المالك محمد السادس نصره الله على اتصاله لي وقد أسأل أسئلة حول من أكون وكيف كان التحدي ورحلتي في تحدي القراءة العربي وبركة لنا التتويج قرأت ما يقارب مئتي كتاب ولكنني شاركت بستين منها سيرة عنطرة أحببت هذه القصة لسببين السبب الأول هو شعره وجمليات شعره فشعر عنطرة كان له يتميز بالموسيقى والجاز فكيف لي ولا أن جذب إلى شعره وهو القائل لقد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا لله ضربني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب والسبب الثاني هو قوة بأسه في الحروب فعنطرة ابن شداد كان قويا ويحارب من أجل سمعته ومن أجل قبيلته ومن أجل حبيبته ابنة عمه عبلة ابنة عمه مالك بداية أود أن أشكر الشعب المغربي كله على مساندته لي فلولاه لما وصلت إلى هذا المقام وشكرا شكرا 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 شكرا